هل من تفسير منطقة لعمل سترنات المياه لتزويد المنازل وغيرها بالمياه بعز فصل الشتة والسبب الرئيسي لهالحالة الغريبة عجيبة من المعيب ببلد المياه بالشر الأوسط نشوف هيدا المنظر اللي دائم على طول السنة سيفا شتاءا يعني ماهدا يجي يتحجز الخير كله نازل على لبنان الحمد لله الشتي وتلج وهذا والعالم عم تشتري المي بالسترنات الحنفيات اشتاقت لنقطة المي بالأول كانت تجي المي وتروح وتنقطع هلأ راحته ما عادت اجيت ابدا بدنا نفهم ليش شو السبب يا خي المي موجودة فيه متل ما قال استاذنا الله يرحمه الدكتور وجدي نجم هناك سوق إدارة للسروة المائية طيب هالسوق الإدارة بيضلوا مستمر يعني بعض الحلول اللي بإمكانها تغيير هالمعادلة ولكن هل من يسمع؟ البيجي أر شركة الألمانية اللي حكيت عنها اجيت حطي نبع جعيتها بده حصر من جديد لأنه ميتو بترجع بتفوت عالصخر الأناية اللي تطلع من جعيتها وبتروح على طبية 30% من ميتها بتروح هدر بالأرض التونال اللي بيفوت الماء على طبية تونال صغير قديم طيب هلأ زادت الحاجات لاش ما منجيب نعمل واحد كبير أنه حتى بالشتة إذا قال الله عطانا مية زيادة نقدر نبعط مية زيادة لمعمل طبية ليكرر هالمية زيادة ليبعتنا للمواطنين مية زيادة نعم بالشتة معمل طبية ما بيقدر يكرر إلا هالقدة كمية يكبروه ووسعوه جيبوا الكدر الكبير طبعه الهدر الشبكة الداخلية تاعت التوزيع المية من طبية 40% هدر بدكم مصادر مية جديدة يخي فيها موجودة نحن بلد المية بالشل الأوسط صيدة كلها بتشرب مياه جوفية وقبار لاش سدود سعة سد جنة سعة سد بسري وراحت المصاري كلها وخمس سدود قاعدة ولا نقطة مية بقلبها هيدا أنه بين أنه أشتغل صح وحل مشاكل العالم أو أربح مصاري عم بيربحوا مصاري مش عم بيحلوا مشاكل العالم أيها المواطن فيك تستفيد من مية الشتي بدون المرور لا بوزارة ولا إدارة ولا مصلحة باعتماد هالطريقة مثل ما كانوا يعملوا أهلنا بالقرى بالقرى بس تشت الدنيا عندهم دايما خزانات تحت البيوت تحت البيوت بينطفوا السطح وبيشتفوه وبيعزلوه فينا ننصح اللي عاموا الخزانات وإنه عم بيعملوها أصلا يعني مش عم يعتمدوا على الدولة لأنه ما عم تجي كل عشرة أيام هون عم تجي مرة واحدة بتجي كم ساعة بلد المياه بالشرق الأوسط عطشان بسبب حكامه وسوق إدارتهم وطبعا ما ننسى التنفيعات والأموال اللي صرفت على الصدود لباقت بالفشل